التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 5 في المدة من 17 وحتى 29 من أكتوبر 2021 التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 5 اختتمت فعليات التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 5 بمشاركة قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية حيث بدأت المرحلة الختمية بكلمة قائد قوات المظلات نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المشاركة في التدريب مؤكداً على أهمية التدريب الذي يسهم في توحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين الجانبين وقد شملت المرحلة الختمية للتدريب تنفيذ بيان عملي لاقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية خدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية من خلال تنفيذ أعمال القفز الخر خلف خطوط العدو لتطقيق المعلومات وتأمين عملية الإسقاط الجوي للقوات الرئيسية والسيطرة على محاور الاقتراب لا عزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية أعقبه تنفيذ أعمال الإسقاط الثقيل لعدد من مركبات القتال لتنفيذ عملية الاقتحام وتنفيذ عملية الإبرار والإنزال الجوي حيث قامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المباني الحيوية وعزل العناصر الإرهابية ودفع مجموعات القتال الرئيسية لاقتحام وتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع ناصر التأمين الطبي والإداري والمعنوي لأعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها يأتي التدريب حماة الصداقة خمسة في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة حضر المرحلة الختمية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية وعدد من قادة القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة وعدد من الملحقين العسكريين وسافير جمهورية روسيا بالقاهرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة